أهلا بيكوه هزاي طلبتك طالبات فانا ستة بردائي انا مستر نسيم النهاردة رجعت لكم مع الدرس الاول من الوحدة الخمسة يونت 5 لسن 1 الدرس ده او الوحدة دي بعنوان يعني في المدينة بس ياريت قبل من انبتق في الوحدة او الدرس التاعنا اللي مكانش اشترك في القناة يدوس على الزر اشتراك من هنا يمين الشاشة من تحت ويدوس على الزر الجرس علشان يجيلوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول باول تعالوا مع بعض نبدأ الدرس بتاعنا انتاون في المدينة ده عنوان الوحدة ان ده حرف جارب معنا في تاون معناها مدينة يبقى في المدينة الكلمات بتاعتنا النهاردة اول الكلمة كولد كولد معناها برد اوكي رين رين معناها مطر دكري معناها درجة حرارة اوكي كلاودي يعني مغيم يعني في صحب يعني كلمة كلاود كلاود لعادة دي معناها سحابة انما كلاودي يعني في صحب اوكي today معناها اليوم النهاردة يعني serious معناها خطير لما يكون بالنسبة لعملية جراحية او لجرح اما لو كنت لموحو حاجة تانية معناها جاد اوكي tonight tonight معناها الليلة today tonight maybe معناها ربما fine معناها جيد او بخير اوكي flu معناها انفلوانزة اوكي اللي ها المرضي بردك اوكي تعلنوك بتاني cold rain degree cloudy today serious tonight maybe fine flu اوكي بعض المصطحات التي في الدرس التانية اول واحد بيقول I'm sorry I'm sorry معناها انا ااسف ودي بولة لما كنت باعتدر الواحد عن حاجة I'm sorry انا ااسف لما كنت باعتدر that's right يعني هاذا صحيح اوكي الكلام له صحيح apostrophe d better better بتسوي هاذ better لما كنت صار المكان هاذ اوكي معناها من هالافضل ويقى بعدها على الطول هنا يقى بعدها ايه مصدر الفعل اوكي لما اكتبها اقول مثلا I had better do something يعني انا من الافضل انا افعل شيء لو قلت مثلا he had better he had better visit his brother يعني من الافضل له ان يزور ايه اخو وهكذا يبا had better يقى بعدها مصدر الفعل اختصرها better يبقى I better he better you better كلها اي ضمير يجي هنا قبلها ونحط apostrophe d وبعدين better وبعدين مصدر الفعل go home يعني يذهب للبيت او معناها يعود البيت do better يعني يتحسن do better do better that wrong يعني ايه هذا خطأ كلام ده مش حقيق اوكي ده بالنسبة لبعض المطلحات اللي في الدرس بعد كده ناخد تصريبات الافعال او بالفعل عندنا lock lock معناها ينظر او ممكن يبدو اوكي الماضي منها locked اليري في الدرس يبقى lock locked lock locked rain rained معناها ينطر او تنطر start يبدو started start started here here يزم take talk يأخذ go went يذهب نقولهم كمان مرة look locked rain rained start started hear heard take talk go went okay المحطات الموجودة عندي في الدرس بتاعي اول واحد عندي ابنين بيتكلمه مع بعض اول واحد يقول hi mister sami يبقى اول واحد يقول اهل مستر سامي فمستر سامي بيتكلم يقوله hello كمان يبدأ من يبدأ كمان نحط هنا كمان ونقوله mister sami كمان ومستر سامي كمان بيقول hi mister sami كمان اهلا طبعا hi بنقولها ممكن نرحبها كلمة mister معناها السيد ونحط بتبقى دائما capital letter كده ونحط بعدها كمان full stop كده معناها ان دي اختصار لكلمة mister كمان مستر سامي فبقوله hello كمان 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 هذا سيد هذا سيد بيعرض عليه او ايه اعرض بيعرض عليه ان هو يقعد فبيعرض عليه ان ياخد كرسي هذا سيد معناها ايه تفضل بالكلوس مش معناها كده بالحرق يعني الهاب يعني خد اسيد مقعد خد مقعد مش معناها تخدو تمشي هذا سيد يعني تفضل اعرض ما حد يعرض علي انا اعرض عليه ايه اوه thanks oh it's cold today هنا بيتعبر عن ايه عن الجو it's cold يعني ان الجو برد اليوم يعني الجو برد ايه نارة that's right بيوافق على اللقاء حتى الفكرة فالتاني موفق عليه that's right يبقى that's right معناها ايه؟ معناها هذا صحيح كلامنا صح يبقى ليه موفق على رأي يقول that's right it's twenty three degrees it's twenty three degrees يعني درجة حراركام ثلاثة وعشرين اوك طيب بعد كده بيكام يقولوا واو واو ماشي للتعجب او للدهشة يقولوا ستمتر تعتقد انها ستمتر تعتقد انها ستمتر يقولوا maybe دي عدم التأكد منها ايه؟ ربما ممكن تمتر او لا it's getting cloud يعني دو ايه؟ اصبح مغيما يعني بقى فيه غيور so how's your family so دي بقى لتغيير مصار الكلام اوك انا بتكلم عن الجو ما عايزة غير فهموا كمال طيب عيلتك عمل ايه؟ او وصيدك كيف حال وسريتك اوك كيف حال وسريتك يا كمال how's your family كمال بيقول they're fine they're fine خدوا لكم حتى هان كمة family على اساس انها حاجة واحدة سأل بيها عليها بصرف اس يخصر ل is how's اللي how is your family بي هنا فاملي مفرد لما كامال جي تكلم عليهم انكلم عليهم كاشخاص كثير لا في الاسرة بيقول they يعني كل واحد وحده هنا هما متموعة بقى they وقال عليها are they're fine يعني هما كلهم بخير but لكن my sister has the flu لكن اختي عندها ايه عندها بيقول طبعا انا سمعت خبر واحش فبقول i'm sorry طبعا انا اسف لتسمع ذلك اسف لتسمع ذلك اسف لسماع ذلك انا سمعت خبر واحش لسم اقول انا i'm sorry طبعا انا اسف لتسمع كلام طبعا look it's not serious يعني الموضوع مش ايه مش خطير it's not serious يعني الامر مش خطير ليه she's doing better today يعني هي بتتحسن بتتحسن بتتتحسن اليوم هي بتتتحسن اليوم النهاردة بدأ احسن يعني فقالوا good قالوا اخبار قويزة يعني بتتحسن فقالوا ايه good طبعا look بص بقى it's starting to bring يعني يعني بدأت بدأت طبعا ايه طبعا it's starting to bring ضعا مستر سيني قال له i'd better go home يعني من الافضل هي ان اروح في البيت ذا من الكلام قلنا ابوسترو بدي اخسار اليه لها وراع better ولازم يجب عنها فعل في المنطق you i'd better go home يعني من الافضل هي ان انا اروح البيت اسف وبيقول له بعد كده بيقول كمال take care كمال هنا للتنبيه او للتحذير او ل ان انا مثلا اه بدلوا ارشادات يعني take care يعني احترس او اعتني بنفسك اعتني بنفسك okay take care take care طيب فالاخر طبعا احنا هنشو معا من مع بعض فلا سنقوله باي او بطعي mr sami الى القارية mr sami يعني المعنى الى اللقاء اشياء okay يعني تابع نسبة المحبات اللي في الدرس okay نورو بصوراتيني بقصوراتيني بقصوراتيني maybe maybe it's getting cloudy so how's your family comele they're fine but I sister is the flu I'm sorry to hear that it's not serious she's doing better today yes good look it's starting to rain i'd better go home take care comele Bye Mr Samu okay هذا ما ننسبه لكم حاجتنا ناخد شارع حاجات بسرعة كده اول حاجة اما جاي مكلم على الدخس بشارعية مقول it لايه دايما اقول it يعني مثلا الجو ايه ممكن اقول ايه it's hot ممكن اقول it's cold اذا بشارع على الدخس يبقى it's hot, it's cold, it's raining, it's cloudy اي سوف اتبص الجو راض عمليها it انه يبقى بشارع على الدخس بعد كده كما قلنا في موضوع فاميلي ممكن تعتبر مفرد في الحالة دي أو How is your family على أساس ان فاميلي دي حاجة واحدة ممكن اعتبرها جامع على أساس ان هم أشخاص كتير وفي الحالة دي أستغل معها الجامع They're fine or they are fine فاميلي ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى إيه جامع My sister has My sister has has هنا معنى ايه معنى أصيبت بي في الغالب معنىها يتناول أو يمتلك لكن هنا بمعنى أصيب بيه عشان هنا فيه مرض لأن المرض يبقى أنا أصيبت بالمرض يبقى My sister has the flu يبقى أصيبت بالinfluenza طب من الممكن تتغير يبقى have يبقى I have plus على حسب have أو have الاثنين الشكل واحد liver to have آخر حاجة في الدرس لها apostrophe D better بتسوي have better وزي ما هي بيه بعدها مصدر الفعل معنىها من الأفضل and من الأفضل يعني يعني بالأفضل لي أن أذهب للجايم تعالوا بقى الحل اللي كان بسوهز كده بسرعة عشان نراجع على اللي أخذه أول أول today is cold it's 20 go back it's 20 هايكون درق الحرم يبهين أنا عشدين درق الحرم clouds decrease seeds rains يبقى decrease clouds سحوب seeds مقاعد rains سحوب I'm late إذا أنا متأخر I better hope better ييجب على الأفضل مصدر الفعل going goes to go go هذا المصدر أهوت then to go to المصدر في المصدر المسيط going المستميل it's getting clam ييجب على الأفضل it's going to يبقى كوهين حصلوين it's going هو يسوفت rain here take place هتنطر وليس يسمع ولا take he a food ولا play Is your family they're fine أنهم خير how is your family بس على الحالة للأسرة how is your family okay My sister is elf يعني أختي مريضة it's not إنه أو إنها ليست إنها دي تبدو العيه على الحالة يعني حالتها إيه ليست خطيرة يبقى it's not serious معنى إيه الحالة مش خطيرة she's doing better today يعني إيه احنا قلنا she's doing she's doing better معنى إيه بتتحسن بتتحسن اليوم doing يعني تتحسن يبقى it's not serious today okay كوردي معنى غائم fast سريع slow معنى مطي السؤال اللي بعده بيقول ايه بيسأل أو بيقول الجملة slow كبار a seat فبيقول له thank you a seat معنى من خط بس مش معنى إيه ياخد من خطر وإيه have a seat يعني إيجلس حانا سيب معنى إيجلس okay يكامل نمبر 7 يقول my brother my brother my brother it's not serious اه إيه ده ما رضعه to my brother don't have or does or has هذي بقى إيه and my brother المخلوب ما كان إيه he يبقى اللي بعدها بيقول care when you cross the street عندما تعبر الشارع لاز نستعمل إيه تنتبه يبقى إيه have care will I send care will I take care will I give care take care يعني إيه انتبه انتبه okay انتبه وانتبع في قطط تعالوا بعض كده نرتب family have your eyes يبقى تتبقى إيه أداة التفاهم بعضها بطول الفعل المساعد يبقى how is عندنا هنا your family your سبط ملكية لازم تيقى قبل الاسم المملوك يبقى هنا يبقى your بعدها يبقى أول حاجة capital it بعدها is it is يبقى إيه يبقى is يبقى starting يبقى it يتعمل إيه to rain tonter بعدها سؤال يبقى إيه يبقى فعل المساعد يبقى is بعدها آه فاعل it بعدها cold is it cold today يعني هلك أو برد النهاردة آخر واحدة sister my has they يبقى my capital my يجب بعدها is عشان دي صفة ملكية يبقى my sister يعني أختي ملها الكفار بتاعها has يعني قالها أو وصيبت ب the flu وصيبت the influence آخر حاجة punctuation زي ما قلنا أول حاجة capital يبقى how how is يبقى here apostrophe as you're زي ما هي hand لازم تبقى capital letter اوكي عشان دي اسم شخص وفي الآخر نعمل question mark وهنا أبل hand لازم نعط كل ما كان يبقى how is your family hand لأن أنا أتكلم ويجبت بالأخت هنا يبقى لازم نحط أبلها اقوم لبعدها sami wasn't ill on friday sami لازم الاس capital wasn't في هنا apostrophe t لأن تختصر not يبقى was not or wasn't l بصفة لا تتعملش فيها حاجة on heart to guard زي ما هو friday اسم يوم لازم يبقى capital letter وآخر وآخر حاجة بخطة فالسطوب عشان دي جملة ابساني wasn't ill on friday كده إبقى خلصنا وخلصنا الدرس لو عجبكم يرايدنا بكم شاركة في القناة من هنا وندوس على زر الكرس ونعمل لايك للقناة وشير لأصحابنا علشان هم كامان يعرفوا القناة وشتركوا فيها هشوفكم الدرس قديمة عمسك ونسيهم اللي انجليش باي باي